بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الصف الثاني السنوي النهاردة هنكمل الباب الرابع بعنوان الأقلاء المجموعة الأولى ألف الأقلاء ليسيام سوديوم بوتاسيوم روبيديام سيزيوم فرنسيوم خذنا خواص الأقلاء النهاردة هنأخذ لدعمهم قصدي المركبات أملاح الأقلاء عندي نوعين من أملاح الأقلاء يا شباب عندي كربونات الأقلاء ونطرات الأقلاء طيب تعال نبدأ بكربونات الأقلاء كربونات الأقلاء بتتميز بإيه إن لو سخنتها عند ألف درجة مئوية بصوا أخذوا بالكم كربونات الأقلاء دي حملت أسية تقدر تستحمل النار لدرجة إن أنا لو سخنتها حتنصغر تسيح ولا تتحل ما تتفكش مع هذا كربونات الليسيوم بس دي تتحمل النار لحد ألف درجة مئوية مجرد ما توصل درجة الحرر ألف درجة مئوية كربونات الليسيوم ما يقدرش يتحمل فيبدأ يتفكك ويدي أكسيد فيلز ويتصاعد غسل أكسيد الكربوني وعاد كلماء يجير لو فهمت المعادلة كربونات الليسيوم وحفظتها عن فهم هعرفيك من الباقي وده أوبشن عرض خاص أو لا تاني كربونات الليسيوم لو سخنتها عند ألف درجة مئوية تديها أكسيد ليسيوم وثاني أكسيد الكربون يعكر ماء الجير أسأل ما أثر الحرر على كربونات الليسيوم تتحلل وتدي غلط اللي قال أكسيد ليسيوم وثاني تصبح الكربون غلط لأنه يجب أن أقول ألف درجة مئوية لأنه لو 500 درجة أو 600 درجة تنصاهد ولا تحلل تسيح وما تتفكش تسيح يعني تحول سائل وما تتفكش يبقى لازم ألف يلا ماذا يحدث عند تسخين كربونات الليسيوم عند ألف درجة مئوية صح تتحلل وتعطي أكسيد ليسيوم ويتصعب غلط ثاني أكسيد الكربون بيعاك الماء الجير طبقية كربونات الأقلة ساخن يا أخويا مهما ساخن تنصاهر ولا تتحلل يعني تسيح تحول سائل وما تتفكش كربونات السيديوم بالحرارة تنصر ولا تحل 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 لي يا جماعة ليه كربونات الأقلاء دي بتنساهل وتتحلل بالحرارة؟ تنساهل ولا تتحلل ليه؟ لأنها ناشطة ترتبطها بالكربونات قوي جدا 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 صعب إنها تتفك هو بس كربونات الليسيوم اللي بتفك هو عند ألف مش عند أي درجة ليه؟ لأن أقلهم نشاطة أقلهم نشاطة يبقى كده نقدر نلخص الليلة كربونات الأقلاء كلها بالحرارة تنساهل ولا تتحلل ما عدا كربونات الليسيوم عند ألف درجة تديوكسيب الليسيوم وسلوكسيب كربونات الأقلاء كلها بالحرارة طب يأتي لك سؤال إزاي تميز بين كربونات الليسيوم وكربونات الصجوم؟ قل له سخن عند ألف درجة مقوي في كربونات الليسيوم يطلع سلوكسيب كربونات الأقلاء كلها بالحرارة في كربونات الصجوم تنساهل ولا تتحلل طب كيف تميز بين كربونات الليسيوم وكربونات بوتاسيوم؟ برضو سخن عند ألف درجة الكربونات بيسيم يحل بالحراء ahh و يدي الأكسيب اليسيم وسا إلى أكسيد كاربونيو إعادة للا تحلل كربونات بيسيم و كربونات ربيديون كربونات بيسيم و كربونات سيزيام نفس الإجاب Leb الماء درجة التحلل Walter saidör لماذا سيد بين كربونات بيسي Engineers مهما ساخن مهما تقوم بتنصار و تحلل كربونات السوديوم و تنصار و تحلل و كربونات البوتاسيوم و تباكي لنقض نحص الافات تضعها لبنزين كربونات السوديوم ستضرني اصفر ضهبي كربونات البوتاسيوم ستسعب بنفسجي اتحالي انا كده خلصت الكربونات الأقلاء تعالى نتكلم على نطرات الأقلاء دي مريحة جدا جدا كلها تنحل إنحلال جزئي وتدي نايتريت بالته الفلز أكسوجين يلا نجرب نطرات الليسيوم بالحرارة نايتريت ليسيوم زائد أكسوجين نطرات السوديوم بالحرارة نايتريت سوديوم زائد أكسوجين نطرات البوتاسيوم بالحرارة نايتريت بوتاسيوم زائد أكسوجين بس حاسم لأن نطرات البوتاسيوم يصاحب إنحلالها انفجار شديد فتستوى في عمل البرود البومب السواريخ بتاعت رمضان دي معهولة من نطرات البوتاسيوم لأول ما تولع السلوخ وترميه النار دي في خلل نطرات البوتاسيوم تتحلل إنحلال جزئي وتدي نايتريت البوتاسيوم ويتصعد غاز الأكسوجين بس الإنحلال ده بيصاحبه انفجار شديد جدا 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 ومنصحكش إنك تعمل ده لأن الرسول قالك لا تروع المسلم أنت كده بتروع المسلم فأنت كده تاخد زنب كبير أو أنت بتهذر وبتضحك لكن لا اضحك وهذر بما لا يضر فيها هتقول لي طبعا مستر ينفع ناخد نطرات السوديوم ونعمل انفجار بها؟ لا طبعا لأن نطرات السوديوم متميعة يعني متميعة يعني تمتص بخار الماء من الهواء وبالتالي ما يصاحبهش انفجار وهنا السؤال يقول لك ليه بتستخدم نطرات البوتاسيوم في عمل البرود ولا تستخدم نطرات السوديوم؟ قل له لأن يصاحب نطرات البوتاسيوم من حلالها يصحب انفجار شديد أما نطرات السوديوم متميعة أي تمتص بخار الماء من الهواء ده السؤال حبيبي اللي أنا قلته لك كيف تميز بين كربونات السوديوم وكربونات الليسيا؟ وده الإجابة النموذية بتاعته بالمعادلات وهنا السؤال الثاني علم ليه باستخدم نطرات البوتاسيوم في عمل البرود ولا يستخدم نطرات السوديوم؟ برضو الإجابة قدامك بالمعادلات وطبعا في الأسئلة المقالية لابد من كتابة المعادلات حتى لو ما طلبش منك تعالا بقى نستخلص الأقلات إزاي نستخلص الأقلات؟ إزاي نحضر الأقلات؟ يا جماعة استحالة تباية الأقلات منفردا في القشر أرضية أفحة ألاقي ذهب أفحة ألاقي نحاس لكن استحالة أفحة ألاقي عنصر من عينة الأقلات استحالة تبقى لوحدة لا توجد منفردة بالطبيعة أبدا ليه؟ لأنها لابط كيميائيا أفحة 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 نشطة كيميائيا فتبقى على شكل مركبات أيونية ما احنا قلنا بقى أي مركب فيه واحد من عينة الأقلات بدون تفكير ده مركب أيونية متتوجد على شكل مركبات أيه؟ وخدنا قبل كده أن الأقلاء أعوامل مختزلة قوية جداً لعندها قدرة على فقد إلكترون المستوى الأخير عشان نص كدرها كبير فسهل تفقد إلكترون المستوى الأخير عشان تستقر طيب تعال نشوف إزاي نحضر الأقلاء داخل مثال السوديم والبوتاسيوم أحضر السوديم والبوتاسيوم إزاي في الصناعة بالتحليل الكهربي لمصهور أهل يدتها بالتحليل الكهربي لمصهور هاليداتها في وجود مادة صهارة يعني مادة تقلل درجة الإنسان توفر في الأنبوبة إذا إزاي أحضر السوديم والبوتاسيوم أعملته كيف تحليل كهربي لمحلول ولا مصهول لا لمصهور هاليداتها مصهور هاليداتها لكن في وجود مادة صهارة يعني مادة تقلل درجة الإنساهارة عشان خاطر توفر لي في الأنبوبة لأن نشوف الأنبوبة النهاردة بقى المكان طيب نفهم إزاي ده بيحصل سنجلب مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال مثلا ناخد كولوريد السوديم أو بروميد السوديم أو أي شيء ناخد كولوريد السوديم مثلا لدينا سي أعمله تحليل كهربي ما الذي يحصله؟ أول ما أعمل لكولوريد السوديم تحليل كهربي يتأين إلى أيون سوديوم مجد وايون كنون سالب خلاص عبيبي انا بعمل تحلي الكهرابي طبعا فيه كطب موجب وكطب سالب خالية كهربية كطب موجب وكطب سالب البطارية ايون السوديوم الموجب حينجزب الى الكاسود اللي هو الكطب السالب لان الاجسام ذات الشحنات المختلفة تتجاكم ايون السوديوم الموجب يعني اي ذاته ايون موجب يعني ضايع منه الكترون وفقد الشر أه situation لا خلاص مثلاICA لا يدور عليه ايون السوديوم الموجب عشان ضايع منه الكترون يدور عليه عند الكاسود يعني انجزب الى السالب وهناك يستمر اختزال اكتساب الالكترون ويتحول لزارة سوديوم متعدلة لكن هنا مدره في اثنين اثنين سوديوم يحدث لهم اختزال بيكتساب الالكترون ويتحول لزارةين سوديوم متعدلة هذا اللي يحدث عند الانوت كانت طلابي انا لاني احضر السوديوم في الصناعة اعمل تحليل كهربي لكلوريد السوديوم اضع كوريد السوديوم ومرر طيارة الكهربي فيتأين كوريد السوديوم الى ايون سوديوم موجب وايون كوريد السالب ايون السوديوم الموجب ينجزب الى الكسود السالب ويقول له انا ضيع مني الكترون اديني بدانه فيحصل له اختزال اكتساب الالكترون ويتحول لزارة ايه سوديوم انا كده نجحت ان احضر السوديوم عند المسعد ايون الكولور السالب ينجز عند المسعد كل اثنين ايون كولور السالبين ينجز عند المسعد وهناك يحصل له اكتساب فقد اثنين الالكترون ويطلع على شكل غاز كولور عند المهبط الى الكسود يتكون السوديوم وعند المسعد الى الانود يتصعد غاز كولور وده غاز سالب خلي بالك عشان كده انصحك لما التجربة دي تتعامل قدامك اوعد تحط منخي لك عند الانود لانه هيطلع كولور السالب ايبقى انا هنجحت ان انا اعمل تحليل كهربي لمصهور مصهور وليس محلول مصهور وليس محلول كولوريد السوديوم ممكن بروميد سوديوم وممكن يهديد سوديوم لمصهور غاز كولور محلول مصهور أشان يخرج لhasصف لسهولة اختزال الصوديوم وصعوبة اختزال المية لكن لو أضعوا محلول متى مصهور المية هي خصلView لأختزال وهنا كانت بقي من سوديوم امسى Zealand هذه غاز درون أتفائجات مصهوق لا أريد أن أحضر السوديوم في الصناعة ستذكر تحليل كهربائي لمصهور أو محلول مصهور أقولها ثاني مصهور أعلنها على الملأ مصهور وأكتبها على الشاشة مصهور كدورية السوديوم وليس محلول المصهور يدي سوديوم طب المحلول يدي هيدروكسيد سوديوم وأنا لا أريد أن يدروكسيد سوديوم دلوقتي سأحتاجه بعدين يبقى زي حضر الأقل سوديوم أو متاسيوم بها تحليل كهربائي لكل وليس سوديوم تحليل كهربائي لماذا استخدمت تحليل كهربائي يا جماعة؟ سأقول لك لماذا؟ لأنه لا ينفع معا إلا الكهرباء دلوقتي أنا أريد السوديوم مثلا أنا عندي كلور الصجوم إن إلي إلي سي إل أنتوا عارفين السوديوم موجب وكلور سلبي أنا أريد أن أزمين السوديوم هل تبدأ؟ فأذهب لأيومة السوديوم الموجب أقول له سيبك من الكلور أنا أريد أن يجبك لوحدي يقول لي معلش يا مستقر صاحبه وحبيبه وما سيبهوش يا سوديو انت لوحدك غالي ليه قيمة عالية وسعر عالي ووجود الكولور معك ما قلل من تملك ما خليك ملح طهاب رخيص أرخص حاجة الكيلو بجني أو كيلو باثنين جني لكن السوديو ملوحدة بكيلو باثنين جني فانت لوحدة غالي يقول لي برضا مستر معلش صاحبه وحبيبي ما سيبهوش تقول له سيب ما بيسيبش يا عم سيب ما بيسيبش دا كلور غالوز بسنان ودروس مكلبش في السوديو مرتبط بي جابت قوي 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 قولت غريه طب انت مش عايز تسيبه ليه يقول لي بالعرب كده مستر مبدد على الالكترون بتاعي وأنا مش هسيبه اللي باخد الالكترون منه ما هو فعلا الايون السوديو موجب فقط الالكترون الكولور هو اللي خد يبقى ارتباط الكولور مش حبا فيه لا دا طبعا في الالكترون في الالكترون بتاعه بلا لانه هو خد منه الالكترون فقلت له طب بص يا عيان السوديو تاخد الالكترون بلا اللي اتخذ منك يقول لي لا برضو مش هسيبه انا عايز الالكترون بتاعي غلاسة فهمت انه هو مالوجه هرت قلت له خلاص ماشي حاولت اعمله تجربة كيميائية قديم الالكترون عن طريق تجربة كيميائية ابدا مرضوش يقبل الالكترون ابدا قلت بس اللي ما يجيش بالكيمياء يجي بالكهرباء قلت لازم اكهرباء فخدت كولوريد السوديوم وحطيته في خليط التحليل الكهرباء بس قبل ما وصل الكهرباء مسكت الميكروفون وعطيت تنبيه اخير على ايون السوديوم البوجة بترك الكولور فورا المكان كله محاصر ايه؟ مكهرب تقول له سيب ما بيسيفش يا عم بيسيف ده كولور غلوس مكالبش في السوديوم ومش عايزيه قلت ما بيديهاش قمت عمل له تحليل كهرباء تنكف على طول يا أولاد أول ما وصلت الكهرباء سلم الالكترونات أول ما وصلت أول ما وصلت الطهار الكهرباء لقيته بقول له غور يا فقر وفعلا اتحول الى ايون السوديوم الموجة وايون كولور سلم ايون السوديوم الموجة بينجزب ناحية المصع المهبط المهبط اللي هو الكاسود او ده ايون السوديوم الموجة يروح عند الكاسود السلم وهناك يحصل له اختزال اكتسام بالضع منه ويتحول الى زرات السوديوم بكده انا حضرت السوديوم في الصناعة طب ايون الكولور السلم يروح عند المهبط او الكولور السلم يروح عند المسعط اللي هو الانود وهناك اتنين كولور يحصل لهم اكسادة فقد اليكترونين ويتصاعد على شكل غاز الكولور يبقى عند الانود يتصاعد غاز الكولور وعند الكاسود يتكون السوديوم وبنفس الطريقة اقدر اجيب البوتاسيوم بس احط هنا كولوريد بوتاسيوم او بروميد بوتاسيوم او يوديد بوتاسيوم بكده نجحت ان انا احضر الاقل بالتحليل الكهرابي لمصهور هاليدات تحليل كهرابي لمصهور هاليدات تحليل كهرابي لمصهور هاليدات مصهور وليس محلول مصهور وليس محلول المصهور يدي الاقل السوديوم والبوتاسيوم انما المحلول يدي هيدروكسيد السوديوم وهيدروكسيد البوتاسيوم ومش لازمني دلوقتي بكده حبيبي قدرت أننا نحضر الأقلاء بالتحليل الكهرابي لمصهور حالدة تعال نشوف كده الكلام ده سنقوله كذلك لماذا لا بد من استخدار تحليل الكهرابي عن تحضير الأقلاء لصعوبة إرجاع الكيلون العيون الموجب بالطرق الكيميائي وسهولة ذلك بالتحليل الكهرابي ما هي الهديدات يا جماعة فلور كولور برو يوت اليوم سأتحدث عن مركبات الأقلاء أول شيء تكلمت عن كربونات الأقلاء تنصهر ولا تتحلل بالحرارة مع هذا كربونات الليسة مع ألف درجة تأسل أكسيد الكربون نطارات الأقلاء تنحلن حلال جزئي وتأسل نيتريت في لز زاء الأكسوجين بعد ذلك سأتحدث عن مركبات الصوديوم حد الأول بهيدروكسيد الصوديوم أشهر مركب في الكيميائي نأخذه من أعداد الجامعة سيدروكسيد الصوديوم وهو الصوديوم لو خطفناها تبقى نوتش كيف نحضرها في الصناعة؟ لسه أكمل قليلا بالتحليل الكهرابي لكن هذه المرة محلول لا يوجد طعام كولول الصوديوم تهكف تحليل الكهرابي لمحلول وليس مصهور المصهور كان يجعلني صوديوم إنما المحلول يدي هيدروكسيد الصوديوم تهكف تحليل الكهرابي لمحلول كولوليد الصوديوم ماذا خواص الصوديوم لما هي هيدروكسيد الصوديوم وهو مادة صلبة بيضة لونها أبيض نعسع البيض الصوديوم ولكن هذه مادة كوية لها تأثير كوية على الجلد وتمسكها بأيديك لأن الصوديوم أو هيدروكسيد الصوديوم لها ملمس ناعم مثل الصبون ولا تأثير كوية على الجلد هيدروكسيد الصوديوم وهو البطاس لو دوابته في الميا لأن المياه سخنت تستغرب مثل لم تضع على النار المياه سخنت أول لا أستطيع أن أمسك الإناء لأن زوابان هيدروكسيد الصوديوم تطرج الحرارة مجرد أن تدوب في المياه يصاحبها انطلاق طاقة حرارية فبيبقى زوابان غطارت طب هيدروكسيد الصوديوم ده قلوي تتعادل مع الأحمد وتعطي ملح وماء لتفاعل التعادل بتاع هذا حمضي زائد قلوي ملح زائد ماء هيدروكسيد الصوديوم مادة صلبة بيضاء لها ملمس ناعم زي الصبون لها تأثير كوي على الجلد هذا حتة مهمة أولا نسيت أقولها لا إن هيدروكسيد الصوديوم يزيد وزنها في الهواء لو سبتها في الهواء يزيد وزنها ليه؟ لأنها متميعة يعني تمتصب أخار الماء من الهواء تمتصب أخار الماء من الهواء زوابانها طارد للحرارة يبقى في حتتين مهمين أوي بل في التنظرة كريع ومن المس ناعم ذا مواقع الصبون عدد من الهواء يزيد كتلتها لأنها تمتصب أخار الماء من الهواء وإذاрен المعادلة التي تثبت هذا المعادلة هي مادة قلوية تتعدل مع الأحمض وتضع عدد ملح ومي هيدروكسيد الصوديوم مالح ومي هيدروكسيد صوديوم مالح ومي مالح ومي ايه فايدة هيدروكسيت سوتيوم اول فايدة في الصناعة لسه نأيه لك صناعة الصابون والورق والحرير الصناعي يبقى البطاز ده صابون تلاقيه وورق تلاقيه حرير صناعي تلاقيه ده في الصناعة في اي تاني تنقية البترول من الشوائب الحمضية اصله هو قلوي فلما ضيفه للبترول حيتفاعل مع اي شوائب حمضية موجودة في البترول فيدقي منها تماما لانه هو قلوي يتعادل مع الاحماد ويدي مليها طب الفايدة الثالثة اه دي اخطر فايدة مشتركة بين منهج ثانية سنوي ومنهج ثالثة سنوي الكشف عن الشكوخ القاعدية اللي هي الايونات المجابة اللي هي الكاتيونات الايونات الموجب اللي انت طول عمرك عارفه ليه اسم تاني اسمه كاتيونا او بمسميه شبق حمدي وديك مثال على الكلام ده اي ملح خلق ربنا اي ملح خلق ربنا ولياكن مثلا كله يتصجوا ان ايه سي ال ده موجب وده سالم انت عارف ان ده ايون موجب صح بس ليه اسم تاني كاتيون او او شق قاعدة ده الايون الموجب كاتيون او شق قاعدة طب الايون السالب ليه اسم تاني انيون او شق حمدي اي بقى الايون الموجب كاتيون او شق قاعدة الايون السالب يسموه انيون او شق حمدي ففاينت هيدروكسيد السودوم الكشف عن الكاتيونات اللي هو كاتيون النحاس السونائي وكاتيون الالمونيوم السلاسي لو اضعت هيدروكسيد السودوم هيدروكسيد السودوم ابتعدك هيدروكسيد السودوم Lindhed او كاتف التشيل او كاتح او كاتف التشيل لو هيدروكسيد الصنوم يتفاعل مع عيد زغير هيدروكسيد عيد زغير يعني عايز اقولك ايه؟ هيدروكسيد الصوديون اللي هو الصودا كوي لما يتفاعل مع اي كاتيون مع اي ملح في الاخر بيطلع هيدروكسيد بس الهيدروكسيد الناتج ده بيبقى راصب من فضلك احفظ لونه ما تحفظش اسمه انت تقدر تستفدق يعني بص هيدروكسيد الصنوم مع املاح الكاتيون النحاس هيدروكسيد النحاس بس لازم تحفظ لونه راصب ازرق من هيدروكسيد النحاس يسود بالتسخين يسود بالتسخين يسود بالتسخين يسود بالتسخين لتكون اكسيد النحاس يتكون راصب ابيض جيلاتيني يتكون راصب ابيض جيلاتيني اسمه ايه؟ هيدروكسيد الالمونيوم طب راب بالكون ميزه بميزة ايه الميزة اللي في هيدروكسيد الالمونيوم؟ راصب ابيض جيلاتيني عامل زي الجيلة طب الميزة اللي فيه ايه؟ انه بيدوف في الزيادة من الصودة الكوية يعني الراسب ده بيختفي لو زودت صودة كوية هيدروكسيد الصوديوم ليه؟ ليه بيختفي؟ لتكون ميتة الونات الصوديوم وهذه زائبة في المنفق يبقى ثاني يا ولاد السؤال كيف تميز بين ملح فيه كاتيون نحاس و ملح فيه كاتيون الالمونيوم؟ حط على الاتنين محلول هيدروكسيد الصوديوم حط محلول هيدروكسيد الصوديوم على محلول الملح في العالتين في حالة املاح النحاس المشاهدة يتكون راصب ازرق من هيدروكسيد النحاس يسود بالتسخين يسود بالتسخين في حالة كاتيون الالمونيوم يتكون راصب ابيض جيلاتيني من هيدروكسيد الالمونيوم يزوف الزيادة من صودة كوية نتيجة لتكوين ميتة الومينات الصوديوم ميتة الومينات الصوديوم كيف نكشف تفصيل عن كاتيون النحاس؟ هميز تجربة اي تجربة خاصة هيدروكسيد الصوديوم يجب اقول محلول مراتين بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم على محلول الملح لازم كلمة محلول دي اقولها مراتين يلا كيف نكشف على كاتيون النحاس هات لأي ملحفين حاس كورد نحاس كبرتات نحاس نطلات نحاس وصفات نحاس المهم ملحفين حاس يلا التجربة بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول كبرتات النحاس هيدروكسيد الصوديوم لمحلول كبرتات النحاس إكوس محلول المشاهدة يتكون راسب أزرق من هيدروكسيد النحاس يسود بالتسخين هذه كبرتات النحاس وضعت هيدروكسيد الصوديوم إلعب لعبة الأرقام الأول مع الرابع لا ترجع إيدك فضيئ الثالث مع الثاني كبرتات الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم هيدروكسيد النحاس هذا راسب أزرق لو سخنته يتفكد إلى أكسيد نحاس بربريكو صنبو أسود ومية فعلا يتكون راسب أزرق من هيدروكسيد النحاس يسود بالتسخين يسود بالتسخين يسود بالتسخين هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول الملح أي أن كان بقى أخذ كل رد ألمونيوم كبرتات ألمونيوم نطرات ألمونيوم فوسفاد ألمونيوم بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول كل رد الألمونيوم المشاهدة احفظها بقى يتكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد ألمونيوم يعمل مثل جيلة حسنا يشعر أنه ليس جيلة ويسود ألمونيوم أزود صوديوم كوية سيختفي الراسب لنتيجة لتكون ميتا ألووينات الصوديوم الزائبة في المياه أول يتكون راسب لكن يدوف في الزيانة من الصوديوم كوية نتيجة لتكون ميتا ألووينات الصوديوم الزائبة ستقول لي هذا سيفيد Nakashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash اضع اول نقطة بان الراسب اضع النقطة الثانية اضع النقطة الثالثة يظهر الراسب القبيل للجيلاتين قدامك وضع وضع الشمس حسنا عايزوا يختفي لعبة سحرية هاي؟ اضع سنة كوية تانية لنتيجة لتكون ميتة الزائبة في المياه عشان كده اختفى الرسم السؤال يقول لك راجل ميز بين كل نحاس كل العلومنيوم محراص سهلا بقى وحديه 2 مجズ وتعالي هو المbirds في النحاس راسب أزرق mới كذا خلصنا هيدروكسيد السوديوم حبايبي و هنخش على آخر حاجة في حصتنا وآخر جزء في حصتنا كربونات السوديوم كلنا عرفين رمز كربونات السوديوم وعلمتك تجين متبلر التكافل إني إيه توسي أسري شان كده ما كتبته لكش لكن كربونات السوديوم الملح المتهدرة المتبلر أصد المبلول منها بيسميه صدر غسيل يبقى دي كده لوحدها من غير مية اسمها كربونات السوديوم كده صدر غسيل كده كربونات السوديوم ها صدر غسيل كربونات السوديوم صدر غسيل و لا تنسى متهدرة يعني متبلر يعني مبلول لكن لا نقول كلمة مبلول لأن كلمة مبلول بتعيد ذكريات قليمة في الطفولة فلا نقول هاش متهدرة أو متبلر فأول ما تسمع متهدرة أو متبلر يعني معناها صح كيف نحضر كربونات السوديوم في المعمل كيف نحضر تحضر في المعمل كيف نحضر غاز ثاني اوكسيد الكربون على محلول هيدروكسيد سوديوم ساخن سوف نحضر صدر غسيل أو كربونات السوديوم المتبلرة المتهدرة و ليس كلمة الوحشة سوف نحضر غاز ثاني اوكسيد الكربون على محلول هيدروكسيد السوديوم الساخن وسيب المحلول يبرد ما سيحدث؟ مجرد محلول ثاني اوكسيد الكربون على هيدروكسيد السوديوم بس لما سيبه المحلول يبرد كربونات السوديوم ترتبط بعشرة مولات مية وتدي صودة الغسيل وتدي صودة الغسيل وهو هذا للنظر كربونات السوديوم ترتبط بعشرة جزائية مية أو عشرة مولات مية وتدي صودة الغسيل اللي احنا قلناه طب مستر احنا حضرنا كربونات السوديوم في المعمل كيف بامرار ثاني اوكسيد الكربون على محلول مشبع من هيدروكسيد السوديوم ساخن فتدي كربونات سوديوم قسبها تتبلغ ترتبط بعشر جزئات مياه وتدي صدر الغسيل أنا حضرتها في المعمل لكن أريد أن أحضرها في الصناعة لا، هذا ليس بتاعتي أنا دي بتاع تعالم اسمه سولفاي تحضير كربونات السوديوم في الصناعة طريقة سولفاي وانت نازل الدخيلة قبل ما توصل ودي الأمر على إيدك اليمين هتلاقي شركة مكتوبة عليها سولفاي لكربونات السوديوم لأن اللي اكتشف طريق تحضير كربونات السوديوم في الصناعة علم اسمه سولفاي وحقول لك قصته سولفاي ده حبي يصنع كربونات السوديوم بكميات كبيرة وطريقة رخيصة عشان يبيق ويكسد فعمل ايه؟ راح جاب النشادر وجاب غاز سانو اكسيد الكربون ولم ملح الطعام اللي في العجب كله اللي في الدنيا كلها لم كمية ملح طعام كبيرة جدا 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 وسانو اكسيد الكربون مع النشادر مع ملح الطعام مع المياه خلط الأربع حاجات عشان يبدينه كربونات بالصوديوم اهو يا جماعة ادي النشادر ودي سانو اكسيد الكربون ودي المياه ودي ملح الطعام اللي اربعه اتفعلوا مع بعض عشان هو عايز كربونات ايه؟ السوديوم بس يخسره عطالوا بيه كربونات سوديوم وكلوريت امونيوم فجالوا احباط وكان راحا صبي ام ولع في المصنع واخد بعضه ومشي في اللحظة دي طلع يجل وراها بقريمه مسر سولفين تعالى طلعت كربونات السوديوم اللي انت عايزها الرجل استغرب ازاي؟ اصل هو ايه حصل؟ لما طلع بيه كربونات السوديوم وكلوريت امونيوم ولع في المصنع فمن غير ما يقصد سخن بيه كربونات السوديوم فحنا لما بنسخن بيه كربونات السوديوم بتتحول الى كربونات سوديوم وهو المطلوب تحضيره ويطلع مية ويوشكا نحضر كربونات الصوديوم يبقى ازاي نحضر كربونات السوديوم في الصناعة بطريقة سولفاي بامرار انه شادره وسنقسل الكربون وملح الطعام والمية وتسخنه من الاربعة مع بعض يطلع بيه كربونات السوديوم وكلوريت أمونيوم ساخن بيه كربونات السوديوم تتحول الى كربونات السوديوم وهو المطلوب تحضيره وسنقسل كربونات المية نجحنا ان احنا نحضر كربونات السوديوم في الصناعة يبقى اوعى تنسى في المعمل حاجة وفي الصناعة حاجة في المعمل يمرض سنوكسيد الكربون على محلول مشابع من هيدروكسيد السوديوم واسيب المحلول يمرض هيطلع الاول كربونات السوديوم هتاخد عشرة مية تبقى صدغاسيب ده في المعمل طف الصناعة طريق السولفاي ممكن سولفاي سولفاي عمل ايه مرر انه شادر وسنوكسيد كربون وملح الطعام والمية سخنه من الاربع مع بعض فتحاول بيه كربونات السوديوم وكورد امونيو خد بيه كربونات السوديوم وسخنه على طوله عطيت له كربونات السوديوم ومية وسنوكسيد الكربون ودي طريقة سولفاي هتقول لها فستر هي مهمة لدرجة ان يعملوا لها مصنع قبل ما اغسلوا هذه الامر على ايدي اليمين اه طبعا مهمة جدا كمان طب ايه فايدتها اربع فوايد حبيبي ايه فايدت كربونات السوديوم قبل ما اقول لك فايدتها هقول لك خواصها ايه الاول خواص كربونات السلوم مسحوق ابيض بيدوف في المية بسهولة ومحلولها قلوي التأثير على عمال الشمس مسحوق لون ابيض لما دووبة في المية بيكون محلول قلوي التأثير على العباد الشمس لو قلت لك ليه محلولها قلوي لان لما بتفاعل مع المية بتتحول لهيدروكسيد سوديوم وده قلوي قوي وتدي حمض الكربوني وده حمضه ضعيف بس ده مش موضوع انا هتاخد تفاصيلاته في ثالثة بازن الله تاني حاجة ان كربونات السوديوم تنصاهر بالحرة ولا تتحلل كربونات الاقلاء كربونات الليسيوم بس عند الف درجة مقوية تنحلي الاوكسيد ليسيا مسامس الكربوني طب كربونات السوديوم تنصاهر ولا تتحلل طب كربونات السوديوم تتفاعل مع الاحماض وتدي ملح ومية ويتصعد ساني اوكسيد الكربوني على شكل فوران حتى استخدم كربونات السوديوم او بيه كربونات السوديوم في الكشف على الاحماض اعيز اعرف ان المادة دي حمضيقه حط عليها كربونات السوديوم حيطلع ساني اكسيد الكربوني على شكل فوران عامل زي السوديوم بتاع الببس جرب التجربة دي في البيت عند الخل هاتشوات كربوناتو كربوناتو اللي يتحط على الفلافي وحطاه على الخل هتلاقي الخل اللي طلع منه ستيم جابت او زي البيبس بالظبط اه ماما هترميك بالبلكونة بس كله في سبيل العلم انت فعلا كشفت عن حمض الاسيديوم اي حمض على فكرة عايز تكشف عنه حط له كربونات السوديوم او بيه كربونات سوديوم يطلع ساني اكسيد الكربوني على شكل فوران هتقول لي ما قلت ليش يا بستر فايدتها اقول لك اربع فايد مش فايدة واحدة ورق تلاقي ايزاز تلاقي نسيج تلاقي ايزالة عصر الماء تلاقي طب ماشي ورق ايزاز نسيج عارفين انما ايه قصة ايزالة عصر الماء يعني ايه ماء عصر يعني ايه ماء عصر يعني مية ما بتعملش رغوة مع الصامون سائل خامس ماء عصر ومية ما بتعملش رغوة مع الصامون طيب ايه سر عدم الليه تعملort مع الصامون ما بتعملار قصة 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 ايه كم أم Естьر كم أمlinear ومئة البحر كم president لأن الماء العاسر فيه أملاح كالسيوم و أملاح ماغنيسيوم دايبة في المياه لكن أنا أشوف المياه بتاعت البحر ريئة أنا أشوف مية الجيل ريئة لا هذه الأملاح دايبة أنت لا تشوفها هي دي اللي بتمنع وجود رغوة مع الصبو مجرد ما تحط عليها كربونات السوديون بتعمل رغوة مع الصبو لأن لما حطيت كربونات السوديون مع عشر مياه ستحول أملاح كالسيوم والماغنيسيوم اللي دايبة في المياه بتحولها إلى كربونات كالسيوم و كربونات ماغنيسيوم لذلك تترصب وطالما تترصبت المياه رأيت تعمل رغوة ويمكن بالمناسبة يا أولاد لما نجح في أول سنة و طالع الأول على الدفعة فبابا أحب يتكرمه قال له تحب فاسح فينا عبقرينو قال له روح البحر و يكل سمك على البحر قال له طب ما ينجب لك السمك؟ قال له لا سمك على البحر قال له أبو الله حاضر و لا تنسى أبو أتعدى على فتح الله و يجب لنا صبونة لكي يجب الزفارة فعلا و حصلوا و جاب له السمك و جاب السمك و راحوا للبحر و كالأكل السمك التمام يحب يغسط إيده فأخذ السبونة و راح على مية البحر لكي يغسط إيده يرغي ما يرغيش و يرغي ما ترغيش لا يوجد فايلة و يرجع لبابا قال له أبو أبو أقول لك السبونة قال له لا يوجد لك يا أبو قال له يا إبنى صبونة قال له أبو أبو كاوتش قال له بقولك صبونة قال له قلت لك كاوتش هي صبونة ولا كاوتش هي صبونة بس مية البحر بقى عسر ما يرغيش مع الصبون أبدا جرب كده أكتب ان تكتب طب ليه ليه الصبون ما بيرغيش مع مية البحر لأن مية البحر فيها املاح كالسوم وماغنسوم بس انت ما تهرشهاش انت مش شايفة دايبة في المياه طب ماشي تعمل ايه عشان تخلي مية البحر ترغي يخرب بتغباءك هتحط لها صدى غسيل هتحط على البحر صدى غسيل هتكفي للبحر صدى غسيل لا خد عينة وحط شوية صدى غسيل صدى غسيل هتعمل ايه هتحول املاح الكالسوم والماغنسوم اللي دايبة اللي انت مش شايفها بتحولها الى كربونات كالسوم او ماغنسوم ودى يراصبها ما بتدوبش فتتراصب والماء تبقى تمام وتراقية وتشغل حدي وهذه الماء لا يا اولاد ادي كابلة تاني كالسوم وكابلة ماغنسوم دول دايبين في الماء ما انتشايفه مجرد ما تحط لهم كربونات الصدى غسيل على طول العب لعبة الارقاب اول مع الرابع والتالت مع التاني تدي كربونات كالسوم او كربونات ماغنسوم واللي اتنين دولا بيتراصبوا فخلص اتخلصنا من املاح الكالسوم واملاح الماغنسوم الماء تبدأ تعمل ردوه مع الصبو تقول الله يا حبيبي او هتنسى صود الغسيل لها طريق التحضير في المعمل وطريق التحضير في الصناعة المعمل بامرار ثاني اوكسيد الكربون على وفرة او محلول مشبع ساخن من هيدروكسيد الصدع فتطلع كربونات الصدع قاسبة تبرد تتبلر يعني تأنجج 10 مولات مية 10 مولات مية وتدي صدى وغسيل ده في المعمل في الصناعة افتكر سولفاي واللي عمله جبنا الشدر وجب سانوكسيد كربون وجب ملح طعم وجب مية وفعلهم مع بعض طلعت له بيه كربونات صدع وكورد أمونيو يا يقاس؟ لا خد بيه كربونات صدع مسخنة طلعت كربونات الصدع طب ايه فايدة كربونات صدع؟ ليها فايدة؟ لا لها 4 فواد ولا زجاج نسيج الفايدة الرابعة ازالة عسر الماء الماء العسر مبيعملش روه مع الصابون ليه يا عمم ما تنوغيش مع الصابون بحاجه مزح لك يقولك أملاح الكالسيوم والماغنيسوم الهداء بفايدة يهد ده ملع؟ سهلة حط صدى غسيلة على ماء العسر هتحول أملاح الكالسيوم والماغنيسوم الزائبة تحوله إلى كربونات كالسيوم وكربونات ماغنيسوم رصبة تترصد وبالتاليان رهو الله الصباح الدور الحيوي لأيونات السوديوم وأيونات البوتاسيوم يعني فايدة أيونات السوديوم وأيونات البوتاسيوم على حياتنا الدور الحيوي فايدتهم في الحياة يلا بنا نشوف أيونات السوديوم الأولى أين توجد أيونات السوديوم؟ موجودة في بلازمة دم في المحليل اللي حوالين خلايا الجسم اللازمة بتاعت الدم عندك والخلايا الجسم حوالين منها ايونات السوديوم دي بتيجي منين دي؟ بتيجي من ملح الطعام اللي انت بتحط على الفول طيب ايه فايدة ايونات السوديوم حبيبي ايونات السوديوم دي دي بتكون الوسط اللازم لنقل المواد الغذائية زي الجلوكوز والاحماض الامينية الاحماض الامينية والجلوكوز عشان تنتشر وتروح لخلايا جسمك لابد من وجود ايونات السوديوم هي اللي بتمثل الوسط اللي بينقل الاحماض الامينية والجلوكوز الى خلايا الجسم طب فين يا مستر ايونات السوديوم دي عشان اقدر اتعامل معه اروح اسف الملح اللي في البيت يا مستر او اضغطك ايه على مجنون لا طبن ايونات السوديوم موجودة في الخضروات وخاصة من الكراكس وفي اللبن فيها ايونات السوديوم وملح الطعم طبعا بس مش معنى كده تروح تسف الملح لا ما انت طبيعي بتستغلم الملح وتحطه على الاكل ايونات السوديوم عرفنا ايونات السوديوم وجودها فين؟ في بلازمة الدم في المحليل المحيطة بالخلايا اللي موجودة في جسمك فايدتها ان هي تمثل الوسط اللازم لنقل المواد الغذائية للخلايا الجسم زي الجولوكوس والاحماط الامينية عمر جسمك لا يستفيد من جولوكوس ولا بالاحمر الا في وجود ايونات السوديوم تعالى نرى ايونات البوتاسيوم موجودة في الخلايا الحية اي خلية في جسمك موجودة فيها ايونات بوتاسيوم طب ايه فايدتها يا أولاد تخليق البروتونات التي تتحكم التفاعل الكميائي بتتحكم في التفاعلات الكميائي اللي في الخلايا يعني ايونات البوتاسيوم هي اللي بتكون البروتين والبروتينات دي بتحكم التفاعلات الكيميائية اللي بتحصل جوه جسمك ده انت جسمك مصنع يا لو انت متعرفش والله والله عشان يعمله تفاعلات كيميائية زي اللي هي تتعامل جوه جسمك محتاجين مصنع في حجم قارة افريقيا وقسما باللمح هيعرفوا يحضروا كل المواد اللي جسمك بيحضرها ده دور ايونات البوتاسيوم ليها فايدة ثانية اه اكسدت الجولوكوز في الخلايا الحية ما انت بتاكل سكريات بتاكل نشويات في الاخر بتتحول لجولوكوز طب جسمك هيستفيد من الجولوكوز ازاي؟ ان ايونات البوتاسيوم بتاكسل الجولوكوز ده فتاكسله فهيدي طاقة الطاقة دي لازمة لحياتك تقدر تنعر والضعر وترفض ده اللي نفسك بيه كله تأكله ده فايدة ايونات البوتاسيوم طب اين توجد ايونات البوتاسيوم؟ هتقول لي توجد في ماء البحر كلورودي البوتاسيوم اللي بيدي طعم مرارة في الملح احنا بقى مش عايزين نسف الملح شوف ربنا بقى ما هاتيك بقى اينات البوتاسيوم موجودة فين؟ في اللحمة هتقول لي غالية في اللبن هتقول لي بقى بالشئ الفلاني في البيض هتقول لي البيضة بقت بستة جيني ولا بسبعة جيني ولا بكام موجودة في الخضرهات اي خضرهات هتلاقي فيها اينات البوتاسيوم؟ لا بقى ما تستعبادش الوجود م Engagement اللحمة الوزن هتقول لي howmab أنت موجودة في الحبوب اين توجد ولجد اينات البوتاسيوم موجودة في اللحوم اصنع المخضرهات طلابي حبيبي هذه الiodور الحيوي لاينات البوتاسيوم وصلنا لندقى النوج خلصة الأقلاء حبيبي وأوعى تنسى أن نحل عليها واجب من كتاب الإفتحان وأي سؤال صعب وأي حاجة توقف معاك أنا موجود إبعادة الوطس على طول وأشتكم في الحصة الجاية بإذن الله السلام عليكم